موسيقى اهلا اهلا انا لينا فيديو اليوم تحدي نرسم اصغر اصغر رسمة وحنرسم بورقة اكبر منها مقارنة فيها خليكم مع الفيديو قبل فترة سويت فيديو اني ارسم باكثر الادوات فجأة خطر ببالي اني يعني ليش ما ارسم باصغر رسمة بما انها كفكرة مشابهة لها وكثير قنوات يوتيوب سووها التحدي انهم يجيبوا ورقة مثلا حجم معين يرسموا عليها بعدين يجيبوا نصف الورقة الاولى ويرسموا عليها ونصف الورقة اللي قبلها ويرسموا عليها حتى تصغر الورقة ماعرف اذا فهمتوا ولا لا انا اشرح لكم تقريبا كرسم مبسط لكن انا بما انه ما عندي وقت والجامعة يعني مفيش اي وقت ابدا فرح اسوي فقط رسمتين رسمة عادية لانا دايما ارسم المقاس العادي ورسمة حتكون صغيرة صغيرة او بس رح استخدم هالمرة ورق للالوان الخشبية لانه بصراحة اشتكت يعني ومن زمان عنها وانكن نسيت اصلا كيف الون بالخشبي اول خطوة قبل ما ابدأ ارسم هنبحث على اي شخصية لنرسمها وبعد يعني ما دورت ودورت لقيت شخصية اللي هي هناك وكان معرفة كمان قلت اسمه صحو ولا لا المهمها الشخصية يعني ما جدا جدا احبها لانه تعجبني درجات الالوان يعني الوانها جاي على احمر تعجبني درجات الوانها رغم انه انا ما تبعت الانمي بس احب طريقة رسمهم للانمي الدفتر اللي رح استخدمه هو تون دي غري الحجم العادي يعني رح يكون لهذه الورقة اللي حرسم فيها بالنسبة للورقة الصغيرة رح ناخذ منه ورقة عشوائي يعني مشخبط عليه او ممكن رسمته ما كملت او كنت اجرب عشان ما اضيع يعني ورقة بس عشان جزء صغير ورح اقص الحجم اللي رح ارسم عليه تقريبا هذا الحجم اللي هو هكتاره يعني احسها مناسب لانه لو صغرت اكثر ما رح يباني اش ارسم وحيكون صعب كمان بالنسبة لي بالتصوير وبالرسم وحرفين هيكون صعب فهذا الحجم احسه انسب شي اصغر منه لا ابدأ اول شي بالرسمة او المقاس العادي ارسم فيه اول شي وقبل ما ارسم مهم جدا جدا وخصوصا في هذه الفترة في الصيف اني اضع منديل وورقة اي شي تحت يدي لانه انا انسانة ابدا ما اتحمل الحر ويدتي بسرعة من النوع اللي تعرق يعني فلازم يعني اضع منديل وانا اصلا متعودة من اول انه لازم اضع منديل عشان يعني كمان اذا فيه رصاص او لون او شي ما ينعدم وانا امسح يدي وانا ارسم ونفس الشي مع الألوان الخشبية كمان ممكن يدي بغلط تيجى على لون او تعدم من الجهة ثانية فهذا الشي بصراحة كويس يعني وتعوت عليه قصة من زمان وانا يدي لو تعرقت او او انا اكتب او ارسم او سواء في الدراسة احل احس ما يعني تعبت ما انا قادر اكمل لازم تكون يدي ناشفة وباردة كمان يعني انا عدوة الصيف تماما ابدا ابدا ما احب الصيف بالنسبة لي اشوف الجو المثالي اللي هو الشتاء والربيع انا راضي درج الحرارة تحت الصفر المهم ان اكون ابدا ما احس بالحرارة اهم شي الجو بارد ونبدأ برسمتي الصغيرة لانه الرسمة حجمها صغير وتتحرك يمين ويسار فلازم تثبت يعني وستعذبني اصلا لو ما ثبتها جبت لاصق ورقي هذا اللي عندي ويأخذ منه جدا 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 صغير لانه يعني حجم الورقة صغيرة ويأثبتها وتم التثبيت ونقدر نبدأ انه نرسم بصراحة الرسم كان يعني صعب يعني حسيت اني نعمت يعني هو مو صعب بس انه لازم ادخل راسي جوه التصوير يعني حاولت اني ما الصق راسي جوه الرسمة لانه اصلا حيبان في التصوير يعني ومعرف اذا كان باين او لا يعني عشان ما يبان لكم وما تشوفوا شعر المنكوش بس لانه حجمها صغير الموضوع كله على بعضه ما اخذ مني داكيكتين رسم يعني بسرعة خلصت ما اتوقعت يعني فجأة لقيت نفسي خلصت بسرعة طبعا هذا هو الشكل اعتبروها كويسة يعني شكلها سيئ ورسم اجوائي يعني احس صعب تتعدل كمان بانه حجمها صغير وبحاول اني اركز اكثر على الرسمة الصغيرة لانه قصن موضوع الفيديو عنها يعني المشكل ان هي رسمة صغيرة فبسرعة ستخلص مو زي رسمة كبيرة حرسم والون وتاخذ وقت وساعات يعني فبحاول قدر الان كان اني اركز على الصغيرة ان شاء الله اني احاول ونبدأ انه اللون رح استخدم الواني بريز مكلر رح اطلع الواني طبعا يعني دورت عليها فجأة اكتشفت انه مو عندي الالوان فجأة اختفت صارت عند اختي جزء من مكتبها وجزء من ادواتها يعني صار كأنه لاقي الالوان وانا جاي اسروقها يعني يعني شوف كيف الاختة اللقطيفة اللي تخلي اختها تستخدم الوان وحست اني رايحة اتشحد الواني وبالمرة اخذت نصائح انه كيف الون او ايش هي الدرجات اللي يعني اقدر الون فيها البشرة وما تكون باهتة لانه انا تلوين البشرة عندي اسوء شيء وحابة تكون الالوان بارزة وان شاء الله بعد كل هذا يعني تكون رسمتي مباهتة وفجأة رجع لي الشغف اني الون بالخشبي كنت راجع من اختبار ميد والحمدالله خلصنا وما عندي اي هموم في الحياة رح طلطل الالوان وارسم الحمدالله انه شغف بعد الاختبارات وموم باكتر اختبار وبعد انه خلصت اختبارات فحطت كل جهدي في الرسمة يعني ما عند اي هموم ما عند اي اشياء متراكمة ولا ولا شيء تقريبا انا ما حستت على نفسي بدأت فيها تقريبا اول ما رجعت من الجامعة الساعة اثنين الظهر حتى الساعة صارت ثمانية في الليل من غير ما احس فجأة اشوف الشباك الدنيا ظلام طبعا لانه اضاءة التصوير التكليج تكليج ألف عشان اضاءة التصوير كانت جنبي حرفين ليس جنبي فوق راسي احس ان المكان انه نهار فيه شمس فجأة اشوف الشباك الليل يعني ما اعرف كيف اشتغربت من الوقت بسم الله انا راضي على الرسمة بما انه بدلت مجهودة فيها والحمد الله مباعدة وبنفس الوقت سألون جزء جزء يعني ألون جزء والتحبير سيكون بنفس الالوان الخشبية ستكون بدرجة اغمق مثلا لون خمري غامق يا لون اسود على حسب ايش الدرجة اللي بلون فيها والتحديد سيكون بالدرجة الاغمق وكمان بعد ما اخلص سيكون بالدرجة على حسب رسمتي صغيرة فلازم ابري اللون يعني لازم ابري كويس عشان يساعد في التلوين وما تدخل يعني جزء بمكان ثاني وطبعا قاعدة اسوي هذه الحركة يعني رغم انها تخلص الالوان بس لازم يعني اخاطر وتكون الالوان حادة ما حبريها كثير يعني اول ما تصبح حادة كيف عشان ما تخلص الالوان شيء ما كنت اسوي او ما كنت الو يعني اطبقه في الالوان الخشبية عشان تطلع تحديدا البشرة انها مو باحتة وفيها الوان او اضاءة كنت انا ما اسوي الاسف الشديد يعني واستقرب ليش رسمتي باهتة او ليش البشرة باهتة طبعا باقي الازداء يعني ما تبهت عادي بس البشرة يعني اهم شيء عندي في التلوين وعشان يعني اماكن الاضاءة يعني تبان اكتر اختي تسوي طبقة كاملة باللون الابيض يعني طبقة اول شيء ابيض بعين تلون فوق هاللون البشرة انا ما كنت اسوي هذا الشيء كنت فقط احضر جزء معين لمكان الاضافة هذا السبب الذي كان يجعل رسمتي يعني باهتة لكن هالمرة يعني مع اني عرفت الشيء الغلطة اللي كنت اسويه حاست فيه نوعا ما فيه فرق عن قبل ما اعرف اذا كان واضح او لا بس عن نفسي حاست انه لا البشرة كويسة ومو باهتة تقريبا الوان الخشبية انا ما الون فيها كثير استخدامي لها ثلاث او اربع او خمس مرات تقريبا جبتها يمكن من سنة سنة ونوص سنتين يعني اصل لها فترة تقريبا والالوان ما شاء الله ستتم خلصة يعني هذا اثبت ان اختي خلصت الواني طبعا كيف تعرفوا ان انا اختي كويسة ما شاء الله يعني يتعلموا مني طبعا اختي لو تشوف هذا الفيديو هتندم هتلم الوان فوجهة قول خذي ما بدي الوانك كمان لان اختي تعرف تلون فعطتها يعني عادي لكن لو شخص غريب واستخدمها اكيد لا الا اذا كان رسام ويعرف استخدمها اوكي بس اذا شخص ما يعرف ويجربها اكيد لا يعني الى الواني واكبر عدو هو الاطفال خصوصا الوان الاكريك والمشكلة الوان الاكريك صعب صعب تنظيفها خصوصا لو جدت على الملابس مستحيل تنظف خلص ودعوا لبسكم اللي كنتوا تلون فيه هارفين انا كل البجامات اللي عندي لازم فيها بقعة الوان اكريك يعني علامة الجودة انه انا رسامة بس ما في لبسة يعني نظيفة تلمع لأ لازم كل بجامة فيها بقعة حتى البجامة الحالية اللي انا اسجل فيها كلها الوان اكريك الرسم الصغيرة بصراحة رفعت ضغط يعني لانها صغيرة ومعافئة اتحكم فيها وحس الأزاء يعني صغيرة صغيرة يعني احس الوان جزء يجي على مكان ثاني فهذا السبب يعني مرة ازعجني ولازم اكون انا داخل راسي بنصف الرسمة عشان اقدر اني اشوف بسبب حجمها الصغير وحس كمان اني انا مو عارفة التفاصيل هذا الجزء لأي اي 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 شيء الونه ايش استخدم لون ايش هذا الجزء ما اعرف هارفين قاعد الونها لحسب التخمين من الرسمة الاول رسمته الكبيرة وحاول اني الون نفسها بالضبط يعني وان شاء الله اتبن ملامح الرسمة الصغيرة وعشان اختي استخدمت الواني بالمقابل لازم ناخد شيء رح استخدم هذا البخاخ يساعد انه يحمي الالوان ما تبهد ومع الوقت وما تروح الالوان فتكون زي ما هي يعني زي الطبقة عازلة تحمي الرسمة كاملة وانا كمان بعد معاناة ويا الله قدرت انه اخلي البشرة كويسة كتري كتري ما تبخليش على نفسك لانه الشيء ملي اكثر منه هذه قاعدة اخذوها مني هذه هي الرسمة الكبيرة والرسمة الصغيرة والفرق بينهم يعني الرسمة الصغيرة هي شكلها شكلها لا يعني بس انه كيوتة وصغيرة وحاولت قد ما اقدر اني اضبطها يعني ما عليكم بين الشكل بعكس الرسمة الثانية اللي يمكن 6 او 7 ساعات وانا بس الون فيها بس اول مرة يعني اكون اقتنعة برسمة وتلوين 100% واتمنى اعجبكم فيديو اليوم وشكر لكم على المشاهدة واشوفكم بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة